لو أنت فاكر في آخر مباراتين. كان بيلعب بسط ملعب بسط ملعب وندكورها معك. حتى لو أنت بتحضر كدام الحسين تلاقيه نص الملعب فاضي. هو موسيقى يدور على دايماً اللعيب الفاضي. دايماً بيلعب بيدور على المساحات اللي ممكن تدايق لعيب الوداد. دايماً بيلعب على الحتة اللي فيها المساحات. هو عشان كده بيلعب بطريقة دي. لكن دفاعياً هتلاقي حسين الشحات في نص الملعب. وحسين بيلعبها كويس. على الجانب الآخر يتلاقي واحد من الاثنين. يا عبد القادر يتلاقي طاهر. الوحيد اللي مش هتلاقيه على الأطراف برس تاوي. طب الجزء ده ما يلاقاكش عند تقدم علي معلول في النواحة اللي مينة؟ خالص. لسه عندك حمدي فتحي. ما أنا بقول لك بصة 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 أين. حمدي فتحي النهاردة وديونج مأمنين طلوع معلول ومحمد هاني. لأنه تلاقي طلوعهم أولاً جداً النهاردة. ما فيش مشكلة. إلى جانب أنت بتلاعب فريق لما بتيجي تلعب كل مرتد دفاعياً. فأنت ما عندكش مشكلة. دايماً هتلاقي واحد بس اللي مستاني رأس الحربة. واحد بس واحد. هيبقى على اثنين أو ثلاثة كتير قوي. لكن دايماً الأطراف تستغلاء كويس قوي. محمد هاني لو الكرة عن محمد هاني. مش أقول لك معلول يكمل ويطيله الكلام ده. لكن معلول هتلاقيه. مستاني شوية. حت التأمين شوية. لحشان لما يلاقي بقى كرة تبقى عند معلول يبقى أنت عملت جابها جديدة. حت استحوازك النهاردة مهمة في نص الملعب. حت الدين الكرة معك دايماً كتير في نص الملعب. هتفيدك كويس قوي. فريق الوداي المغربي مع تحرك الكرة بتحصل فيه بصغارات كتيرة جداً 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 جداً. نستغل لها النهاردة. تحركات بيرسي توب النهاردة في المساحات مهمة جدا. بيرسي توب بيعمل حاجة حوالي أربع خمس مشات امتياز. إن هو بلعبش تسعة تسعة اللي كان بيكلم عليها بلال أو إذا كان بلال وإسامة. مش تسعة تسعة بيلعب حر بتحرك في كل مكان. لكن دايماً هو قارب واحد للمرمى. دايماً هتلاقي تحتيه طاهر أو عبدالقادر. حسين زي ما بقولك هتلاقيه لحد كبير في نص الملعب أو في الجنب اليمين. هو معتمد على الدين مثل المسلماني. عشان ما تقلاش بحطة نص الملعب أيام خوفاك مع حمد فاتحي وقال يوديونك. بس ممكن يقل النهاردة الأداء الهجومين محمد هايل. مش هتطلب منه أداء هجومة عالي قوي. ممكن تعتمد على معلول. ما انتبص أيماً. لو أنت كل هجمة بتعملها بحوالي ستة أفراد أو سبعة كمان دهيلة. ده عدد ممتاز. لو معلول وثلاثة وبرسي تاو وحمد فاتح أو ديانج وورا الهجمة. أعتقد عدد ممتاز جداً. عدد كافي؟ طبعاً. ما فيش في مشكلة. ولكن الرد ده تقلق. ردت الكورة أتلاقي دايماً واحد مستني أديانج وغالباً أديانج هو اللي موجود في الحتة دي على الكورة الثانية. أنه بيعملها طبعاً بامتياز. حتة استعادة الكورة دي مهمة جداً. النهاردة كان هاي بيتكلم في الكورة الثانية. استعادة الكورة ودايماً الكورة معاك. أعتقد دايماً أتديك صيخة جمدة جداً في المورا.